انا من الشرقية اكرم ناس في الدنيا الشرقوة اكرم ناس في الدنيا عندهم ضغط وسكر وبابا كمان دلوقتي ابن عمي متقدملي ومامته عندها ضغط وسكر وبابا عنده ضغط وسكر وبابا مريض بفشل كبدي وعنده كانسر في الكبد وأعمامي برضو عندهم فشل كبدي وكانسر هل ينفع ارتبط به ولا الجينات هتبقى زي بعضها المفروض اقول لك يعني اجابة مش هتبقى دقيقة لانما انتي ما عملتيش دراسة جينية تبقى ما عملتيش كده يعني اه العيلة اللي فيها سكر غالبا لو ام بس بيخلفوا ولد عندهم سكر ولو اب بس بيخلفوا لكن عايزة نصحتي كاب فيش داع الجوزة دي خلص في قصة حب ما قلتيش ما فيش قصة حب ابعدي عن الرجل ده هو من عيلة فيها سكر وكانسر وانتي من عيلة فيها سكر طيب يعني خلص ما حابكدش بقى لان احتمال ان ولادكو يبقى عندهم سكر احتمال كبير جدا احتمال كبير جدا ان الولاد الجداد كلهم يطلع عندهم سكر وده احنا ما بنحبوش يعني في يوما ما والله اعلم حيبقى التحليل قبل الزواج ده شرط احنا لسه ما وصلنا لهاش بس هيبقى شرط يعني تروح للمأزون والكلام مش عقد ليه عامل مأزون عشان انتي عندك سكر وجوزك عنده سكر ده من عيلة فيها سكر وده من عيلة سكر مش حنلتقي فأنتي عايزة نصحتي كاب لا داعي لهذه الجوزة خلص ونشوف عريس ثاني تمام ده نصيحة اب من غير تحليل جيني انما في قصة حب بقى بعتيلي بس وانا اقولك تعمل ايه ابو رجب الكيال سلام عليكم عليكم السلام عندي سؤال مدام عندها حرقان وقلم في الصدر ونغزة في الصدر خاصة مع الرضاعة الدكتور قال لي تواجهه لدكتور جراحة ماشي اسمع كلام الدكتور وراحه جراحة بس النغزة يا ابو رجب ما تخوفش الست اللي بتردع ست محمية الست اللي بتردع ست محمية قلبا وكبدا وكلوة وفي هذا يا ابو رجب نقول سبحان الله مراتك محمية وبزي الفل وما تخافش من النغزة بتاتا ونلتقي الجمعة الجاية ان شاء الله